اغرب اختفاء وقع في التاريخ واللي حير العالم كامل القطار بالمسافرين دياله غبر وما بقوش القوله الاثار الى يومنا هذا جوج مسافرين اللي فلتو واللي عودوا تفاصيل مرعبة وخطيرة جدا في الوقيته اللي غبر في هالقطار فين اختفى هاد القطار وعلاش مالقوش وعلاش هالتران بان في عدد من الدول وفي عدد من المناطق وملي بان بانوا معا حوادث وكوارث واش بالصح بانوا المسافرين ديال هاد القطار هادا اللي تختافى واللي بانوا في عصر اخر ماشي العصر اللي تختافى فيه التراند خليكم معنا باش عرفوا اشهر اختفاء القطار في العالم مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من حلقات هاشتاك ساميع معاكم سوفيان ساميع في سنة 1911 قررت شركة السيكاك الحديدية الايطالية سانتي انها تنظم واحد الجولة ترفيهية بالتران والتران اللي اختارت لهالجولة هادي ما كميش بزاف وصغير والطول ديالو ما فايتش لتديل العربات وقررت الشركة السيكاك الحديدية ان التران غينطالق من مدينة روما الايطالية وغيمشي حتى المنطقة لومباردي واختارت هاد الخط السيكاكي بالضبط لحقاش كانوا داروا واحد النفق تحت واحد الجبل وبغاروا يفتاتحوا بهذه الجولة هادي اللي اسموها جولة ترفيهية لافتتاح النفق وهذه الجولة هادي غادي يكونوا فيها ميوسة ديالالركاب اللي من عائلات غنية وتارية وانطالق القطار امام وسائل الاعلام وعدد من الجمهور اللي كانوا فرحانين بهذا الخط السيكاكي الجديد اللي فيه نفق بطول واحد كيلومتر ومنيوصل التران لمنطقة لومباردي وقرب النفق وبغير يدخل النفق ووقعت واحد الحاديثة اللي حيرت العالم كامل وحيرت جميع الخبراء وجميع العلماء واللي مالقوش لا تفسير الى يومنا هذا ان القطار مندخل هاد النفق هذا غبر ليه الاثار ومالقوش القول وما عفوش في المشا مني جاوا البوليس وجاوا المحقيقين وجاوا ممطفين شركة السيكاك الحديدية الايطالية جاوا العين مكان وجاوا النفق اللي تحت الجبل بحتوا فيه كامل وقلبوا فيه كامل مالقوش تشي اثار التران ومالقوش تشي التفاصيل صغيرة انها تدلهم على التران في المشا ولكن لقاوا جوج ديال الركاب اللي لقاوهم ما بين النياو السادي الركاب اللي كانوا في القطار ولقاوا هاد جوج الركاب في حالة خطيرة جدا انهم مرعوبين ومدهولين ومصدومين وكيقفقفوا وميتين بالخلاع ومبعد ما تلقاوا هاد جوج الركاب لعلاجات الضرورية وهدقوهم ورجعوا للرشد ديالهم سولوهم البوليس قالوا لهم فين هو القطار وفين هم الركاب واش نوقع بالضبط ركاب قالوا بالحرف ان القطار من يقرر يدخل النفق طاحت واحد ضبابة ضبابة ضيدة بزاف وقوية بزاف اللي ضارت بالتران كامل وهالضبابة هادي حسب القول ديالهم تحولت بسرعة كبيرة لواحد المادة سائلة وكتلسق مما دخل الرعب على جميع الركاب اللي كانوا في القطار ومني سولوهم البوليس المحققين قالوا ليهم كيفاش انتو ما اللي بقيتو بجوج علاش الركاب الاخرين مبقاش وما عاشوش معاكم وفين هو التران جاوبوهم انه ومني ضربت الضبابة البيضة على التران وضارت به كامل ودخلت ليه لداخل كانوا هادي جوج الركاب احدى الباب ديال التران وبقوة الخلعة والمنظر اللي شافوه نقزوا من التران بلا ما يشعروا وحسب تقارير اعلامية ان هادي جوج الركاب اللي بقاوا من القطار عاشوا تحت تأثير الصدمة وعاناوا من مشاكل نفسية على مدة طويلة ومن سنة 1911 جميع الخبراء والمحقيقين وجميع المختصين بقاوا كيقلبوا لهالتران ومالقوش للاثار الى يومنا هذا ولكن القصة ديال اختفاء هاد القطار هذا مسالاتش هنا ولكن غتبقى مصمرة لسانوات كثيرة وكل خطرة غتجي بمفاجآت لما تدخلش للعقل من التران مالقوش لهالاتار شركة الايطالية ديال سيكاك الحديدية خافت ان المشكل يعود يتكرر ويعود ثاني قطار اخر يدخل لهالتران ويعود يغبر لحقاش مالقوش للاثار نهائيا وداروا مجهودات كبيرة وجوا محقيقين من مختلف الدول الاوروبية باش يشاركوا في التحقيق باش يوجدوا القطار وفي الاخير مالقوش فالشركة الايطالية قررت انها تصد هاد النفق من الداخل ومن البرة باش ما يعودش يتكرر نفس المشكل وبدلت هاد الخط السيكاكي بخط سيكاكي واحد اخر باش ما يعودش يتكرر نفس المشكل ويعودوا عود ثاني يمشي لهم قطار بركاب دياله ولكن في الحرب العالمي اللولى غدا تطيح بعض القنابل على هاد النفق هادا وغدا تريبو وغدا تزيد تصعب القادية في حل لغز اختفاء هاد القطار هادا ومن بعد مرور السنوات الاختفاء ديال هاد القطار هادا القطار غادي بدي بان مره مره وغادي بدي بان في بعض الدول وفي بعض المناطق وديز من فوق الارض بلسكا بلا والو واول مره بان بان في بلدة بولتافا الاوكرانية ومن بعد بان في بريطانيا وروسيا والناس اللي كانوا كيشوفوه ماشي واحد ولا جوج اللي انقدو نشكو في صراحات ديالهم ولكن بزاف ديال الناس اللي شافوا هاد التران هادا في عدد من المناطق واللي اعطاوا المواصفات دياله انه تران قديم واعطاوا نفس المواصفات ديال تران الايطالي اللي مختافي واللي اختافه في سنة 1911 وفاش كان كيبان كيبان على شكل شبح وديز من فوق الارض في بعض المناطق اللي ما فيهاش حس السكك الحديدية والغريب في الامر ان البلاسة اللي كيدوز منها التران الشبح كتوقع فيها حوادث وكوارث في سنة 1955 في روسيا كانت وقعت واحد الحادثة اللي تسميت من بعد بحادثة انفجار الجسر للسكك الحديدية والتي تعرفت بحادثة جسر نوفورو سيسك من بعد هذا الحادثة الجسر السككي اللي كان كربط ما بين جوج بولة عالي سيبال بزاف من سكان المنطقة ان القطار دايز في السماء من البلاسة اللي كان فيها الجسر ومعلق في السماء بدون جسر وان التران دايز في السماء ومزوز ومفهموانو وتخلعو ديال بالصح والقطار اللي شافوه هو نفس المواصفات والشكل ديال القطار اللي تختافه سنة 1911 في ايطاليا وفي سنة 1987 وبوقت قصير من حادثة تشير نوبيل كان هذا القطار مرة أخرى في المنطقة وبان العدد كبير من الناس وفي سنة 1991 أو الثاني التراني الايطالي سيبان العدد من الناس واللي سيؤكدوا على الوجود دياله وكيبان لهم انه دايز بحل شي شبح والناس اللي شافوه كيقولوا ان الشراج من دياله كانوا مصدودين وما كيبان تشو واحد من ركاب والغريب كتر ان التران كيبان غادي بدون سائق وديز بلا صوت بلا والو وصوته ما مسموعش واللي خلع بزاف ديال الناس اللي شافوه ولكن المعلومات اللي جاية هي اللي غدا تصدمكم كتر حول هاد القطار الايطالي المختفي ووركاب دياله مني هاد الاخبار ديال القطار المختفي بقى تكتبان مرة مرة وقدير ضجة اعلامية كبيرة والناس اللي كيشوفوه كيتخلعه وما كيفهموه ناد رئيس مجلس دراسات الظواهر المجهولة فاصل بيتروفيتش انه بدك يحقق في هاد الظاهرة ديال هاد القطار المختفي ومن يدار البحث دياله غادي يكتشف معلومات ومعطيات خطيرة جدا اللي ما غاداش تخلك للاقل وما تطحش لك على البال واللي عنده علاقة حسب بيتروفيتش بخط الزمن وان القطار طاح بوابة زمنية اللي كتخليه ينتقل من بلاد البلاد ومن منطقة المنطقة وكيسافر عبر الزمن وحسب بيتروفيتش والمعلومات والوطائق اللي يوصليها كتأكد ان التران اختفى سنة 1911 ولكن ذكاب غادي ينبانه في منطقة وفي دولة واحدة اخرى سنة 1845 يعني هذا الشي ما كيدخولش للدماخ ان قطار تختفى سنة 1911 بركاب دياله وركاب دياله غايبانه في دولة اخرى سنة 1845 بيتروفيتش يقول انه من يبحث في الارشيف وفي وطائق قديمة لقاه واحد العالم ميكسيكي مختص في علم النفس صرح انه في سنة 1845 بنو مية وربعة ديال الايطاليين في مدينة ميكسيكو سيتي اللي كيقولوا انهم اركاب ديال القيطار وانهم ايطاليين ومع فوش راسون شكو اللي يجابوهم هنا وانهم كانوا راكبين في واحد القيطار واختفى بموذك القيطار ولقاوا راسون في الميكسيك حسب بيتروفيتش كيقول ان هذا التصريح هذا منيزاد بحث تلقى فعلا في 1845 انه بانوا مية واربعة من الايطاليين في مدينة ميكسيكو سيتي وشدوهم البوليس وقالوا عليهم واقع لهم ستين وحمقين ويشوفوهم اللباس ديالهم مختالف والهيئة ديالهم مختالفة وانهم كانوا يضربوا واحد اللغة المختالفة وما تفهموش معهم ويصحبوهم ستين وحمقين وفرقوهم على المصحات النفسية اللي كانوا في الميكسيكو وهذا الشوقع في 1845 حسب الوطائق اللي توصل لها بيتروفيتش وان مع العلم ان التران غبر واختفى سنة 1911 ونزيد نصدبنكم بواحد المعلومة وبواحد المرطة اللي انا شخصيا ما بغيش يدخل لي للدماغ واللي صراحة ما يدخلش للدماغ نهائيا حسب مصادر اعلامية متطابقة اللي اكدت انه في نهار 25 شوتمبر من سنة 1991 بيتروفيتش غادي حصل وغادي يلقى تران اللي مختفي هذي عشرات السنوات وكتقول هاد المصادر الاعلامية ان بيتروفيتش قدر انه يوصل في تحقيق دياله للقطار الايطالي اللي مختفي وكيقولوا ان بيتروفيتش لقى القطار في مدينة بولطافا الاوكرانية ومني بالله نقص فيه ومني نقص فيه حتى هو غبر وما لقوش للاثار الى يومنا هذا وهذه المعلومة هذي اكدوها بزاف ديال المصادر الاعلامية وفي اعلان بيتروفيتش تختافة وما لقوش لقىوا ليه الوجود دياله وما عفوش فين مشا واش حي ولا ميت ولا فينكين لحقاش قلبوا عليه المدن والدول اللي كيتنقل لها وما بقوش سمعوا ليه التاشي خبار وما عفوش فينكين لحقاش صول العائلة دياله والاقارب دياله وما لقوش ليه الاثار وحسب هذي المعلومات اللي اكدت ان بيتروفيتش لقى القطار ونقص فيه وحتى هو تختافة مع القطار اللي كيبان مرة مرة كشبح وكيبقى هذ القطار الايطالي اللي مختفي كيشكل واحد اللغز عالمي اللي ما لاقيش ليه الحل وما لاقيش ليه الجواب الى يومنا هذا برأيكم انتوما خليوا النا الاحتمالات اللي طحت اللي يكون في بالكم حول اختفاء هذ القطار هذا وشنو ممكن يقدر يكون وقع لهذ القطار الايطالي خليوا النا اراءكم في التعليقات بهذا كننصر معاكم ختام حصة اليوم من هاشتاك ساميع الى عجبكم المحتوى عاونونا بالبختاج بختاج بختاج باش هذ المحتوى يوصل الى اكبر عدد ممكن من الناس وتعن الفائدة ومتنسوش انه دائما الجديد كيكون على القناة دينا على موقع يوتيوب حاولوا انكم تزيدوا تابونهو وتزيدوا تبختاج بقناة دينا مع صحابكم والاصدقاء والعائلات تاعكم باش نتقاسموا المعلومة كاملين وتعن الفائدة وانقدروا ننصلوا فاقرب وقت لمياتك على القناة دينا وشكرا لكم مرة تانية على الوفاء ديالكم وعلى الدعم ديالكم وعلى التجاعة تاعكم ونشكركم على جميع الرسائل اللي كتخليوها في الكومنتير واللي كتخليوها ايضا في الرسائل وفي الميسانجر اللي كنتوصلوا بها وحتى رسائل عبر البريد الالكتروني شكرا لكم بزاف على الدعم وتجاعة ديالكم اللي غدي خلينا اننا نستمر في الانتاج مزيد من الحلقات من هاشتاك ساميع هذه تحياتكم يا ساميع السلام عليكم مرحش